أولينا في العاصمة القطرية الدوحة مساء الخميس الماضي عن أسماء الفائزين بجائزة كتارة للرواية العربية في دورتها العاشرة عام الفين واربعة وعشرين هذا صحيح مونة وأننا الجوائز أربعة عشر كاتبا وناقضا من ثمانية بلدان عربية هي فلسطين ولبنان وسوريا والعراق والسودان ومصر والجزائر والمقر لكن كيف تم توزيع الجزائر الجوائز تم توزيعها في حفظ أقيم على مسرح الأوبرا بالمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة وبحضور عدد من المسؤولين وعدد كبير من الأدباء والمثقافين والإعلاميين وجمهور غفير من المهتمين بالشأن الثقافي الفائز عن فئة الروايات التاريخية غير المنشورة وفيما يلي قائمة الفائزين الأربعة عشر فزى في فئة الروايات العربية المنشورة كل من على إحليح من فلسطين عن رواية رسائل إلى أم كلثوم ومحمد طرزي من لبنان عن روايته مايكريفون كاتم صوت ويوسف حسين من مصر عن رواية بيادق ونيشان تبلغ قيمة كل جائزة ثلاثين ألف دولار أمريكي إضافة إلى ترجمة هذه الروايات الفائزة إلى اللغة الإنكليزية في فئة الروايات غير المنشورة فاز كل من قويدر ميموني من الجزائر عن رواية الكامينو دي لامويرتي وهي رواية ربما كتبة الإسبانية وليزا خضر من سوريا عن روايتها حائط الفضيحة ويسين كني من المغرب عن روايته عبث عين باثاء هكذا ربما فصلت الأحرف تبلغ قيمة كل جائزة ثلاثين ألف دولار مع طباعة هذه الأعمال الفائزة وترجمتها إلى اللغة الإنكليزية أما عن فئة الدراسات التي تعنى بالبحث والنقد الروائي فاز ثلاثة نقاد وهم الدكتور بلقاسم عيساني من الجزائر عن دراسة الفكر الروائي ودكتور بلشعيب الساوري من المغرب عن دراسته تخيل الهوية في الرواية العربية وأيضا الدكتور هاشم مرغني من السودان عن دراسة الرواية مسرحا لجدل الهويات وإعادة إنباتها تبلغ قيمة كل جائزة ثلاثين ألف دولار كما تتولى لجنة الجائزة طبع هذه الدراسات ونشرها وتسويقها أما في فئة رواية الفتيان ففاز كل من أبو بكر حمادي من الجزائر عن رواية أنا أدعى ليبرا وشيماء علي جمال الدين من مصر عن روايتها بيت ريمة وعلاء الجابر من العراق عن روايته أرض البرتقال والزيتون قيمة كل جائزة خمسة عشر ألف دولار ولكل فائز ستتم طباعة هذا المنتج ونشره أيضا وأخيرا في فئة الرواية التاريخية غير المنشورة فازت ضياء جبيلي من العراق عن روايته السرد الدري فيما لم يروه الطبري ثورة الزنش وأيضا فازت كلثم جبر كواري عن روايتها فريج بن درهم